بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أتمنى تكونوا بخير رمضان كريم والعيد على البواب رح نحضر حلو الأيد نعمل الكلاجة الديرية على أصولها وخطوة بخطوة تابعوا الفيديو الأخير وما تنسوا اللاك للفيديو والاشتراك بالقناة لو تشاهدوها الأول مرة ونبدأ نستعرض المكونات مكونات الكلاجة الديرية رح ناخذ المقادير بالأكواب أسهل لكم أربع أكواب من الطحين كوب من السكر كوب من السمنة حبتين من البيض مع شوي قرفين ملعقتين كبيرة من حوائج الكلاجة ملعقة كبيرة من حبت البركة ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم الأسمر لمحمص للحشوة نحتاج نص كيلو من التمر ملعقة كبيرة من السمن البلدي ملعقة صغيرة من الهيل أو القرفة هاي المكونات نبدأ بطريقة التحضير بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى طبق يكون عميق حتى نحط فيه كل المكونات رح أنزل الطحين ممكن نستبدل الطحين الأسمر بدل الطحين الأبيض وضروري أنكم تنخلون الطحين وفي ملاحظة مهمة بدنا ناخذ ملعقة وسط من الخميرة الفورية هاي الملعقة حتى تكون قندنا عجينة الكلاجة هالشي ما تكون معجنة يعني ما بدنا الكلاجة تكون منتفخة ويضاعف حجمها مثل الكلاجة السوق وفي ملاحظة مهمة ثانية اللي يعاني من مشاكل بالمعدة من التوابل ما تحطون ملعقتين اكتفوا بملعقة وحدة من حوائج الكلاجة أما المي المي تضيفه بالتدريج أخذت معاي تقريبا هاي العجينة كوب ونصف من المي إضافة المي حسب نوع الطحين بطحين يأخذ مي كثير وبيطحين ما يأخذ مي لذلك تضيفون المي بالتدريج وحسب حاجة الطحين أما عن نوع السمنة إذا متوفر عندكم السمن البلدي أو السمن العربي تحطونه أفضل من السمن العادي حتى تطلع عندكم الكلاجة الطيبة وريحتها شهية رح أخلط كل المكونات وأبدأ عجن ونبدأ العجن بسم الله عجينة الكلاجة صبايا تختلف عن أي عجينة إذا بدكم الكلاجة تطلع هالشي ومبرغة من الداخل وما نهاي يابسة لازم تأجنون بهاي الطريقة في البداية نخلط المكونات مع الطحين حتى تتغلغ السمنة بالطحين ونضيف المي بالتدريج إذا جاء بارد تضيفون مي دافي وستكتفوا بإضافة السمنة أو الزبدة أو السمنة فقط يكون أفضل لأن أي إضافة ثانية مثل الزيت رح تطلع عندكم الكلاجة يابسة وناشفة من الداخل رح نأجن بهاي الطريقة اللم ونأجن ما بدنا مثل عجينة الخبز بدنا إياها تطلع هالشي من الداخل يعني اللم ونأجن إلا تشكل عندنا عجينة متماسكة مثل ما تلاحظون أخذت مني تقريبا عجين مدة ربو ساعة رح أغطي العجينة وأتركها على الجنب أقل شي ساعة أما إذا ما عدكم وقت ممكن تخلوها نص ساعة بس ترتاح العجينة نبلش نشكلها نترك العجينة ترتاح ونبدأ نأجن التمر مثل ما لاحظتم شوي سمنة سمن عربي وشوي هيل أو قرفة وهاي العجينة ما شاء الله تبارك الله ارتاحت ورح تتشكل معانا بكل سهولة رح أقطعها كرات متساوية وحاولوا إنما تكون قطعة العجينة ثخينة تكون رقيقة يعني قد حجم كرة التمر حتى تستوي بسرعة وما تطلع معانا لكلاجة أم عجنة نحتاج إلى قالب الخشب هذا القالب من التراث القديم لتشكيل لكلاجة الدارية اللي مو متوفر عنده هذا القالب رح نعمل طريقة ثانية التشكيل لكلاجة بالتمر أحلم بهاي الوصفة وحلو العيد إنه كل أفراد الأسرة يتعاونون ويشكلون هذا الحلو لكلاجة الدارية من وصفات الحلو القديمة التراثية اللي اشتهروا فيها هنا بسوريا وخاصة محافظة دير الزور وكل عام وإنتم بألف خير بعد ما نتهينا من التشكيل لكلاجة رح نحطها بصياني الفرن أما ندهن الصينية بالسمنة أو نحط ورق الزبدة حسب المتوفر هاي طريقة الكلاجة الدارية الأساسية خطوة بخطوة خاصة للصبايا الجدد اللي ما يعرفوا الطريقة الصحيحة وهاي عندي الكلاجة جاهزة رتبناها بصياني الفرن رح نبدأ ندهنها بالبيض البيض خطوة أساسية عزائي حتى تطلع معانا الكلاجة منظرها جميل ووجه الكلاجة يكون اللامع حتى نتخلص من زنخة البيض نضيفه شوي نسكافة أو شوي فانيلا أما اللي ممتوفر عنده قالب الكلاجة ممكن نفرد العجينة الكلاجة بهذا الشكل نحط التمر ونحط طبقة ثانية ونفردها بالشابق ومن الضروري أعزائي تكون قطعة العجينة رقيقة ما تكون ثخينة حتى ما تعجن معكم الكلاجة أما قطعة الكلاجة حجمها مثل ما تفضلون ممكن تكون كبيرة ممكن صغيرة ممكن مربعات ممكن مثلثات ولكن من الضروري أنه نتخلص من الأطراف ونقطعها بهذا الشكل تأطي منظر جميل بعد ما قطع الكلاجة عزائي رح نثقبها بالسكين حتى تستوي معنا من الداخل وحتى نتخلص من الهواء إذا موجود فيها هاي الكلاجة عندي جاهزة ومعنا سميكة مثل ما تلاحظون حتى تستوي معنا بسرعة وتطلع معنا كلاجة مقرمشة وهالشي بنفس الوقت أما الأطراف عزائي أما نشكلها مرة ثانية ونفردها أما نعطيها الأطفال يشكلوها ويفرحوا بحلو العيد أما طريقة الخبز من الضروري يكون الفرن ساخن مسبغا على أعلى درجة حرارة نحط الصينية بالأسفل من يتغير لونها شوي نحطها بالوسط ونتركها إلا تستوي وهاي أول صينية كلاجة نطالعها من الفرن بعد الشوي هاي النتيجة منظر الكلاجة يجنن أما الريحة ما أوصف لكم فاحة بكل البيت وبكل البناء الكلاجة الدارية على أصولها من سفرة آية بين الدار الزور تحياتي لكم جميعا وكل عام وإنتم بألف خير مثل ما تلاحظون أعزائي الكلاجة مستوية من الطرفين ما نهم عجنة هشة من الداخل أنصحكم تجربوا هاي الطريقة وتتبقوا نفس الخطوات رح تطلع معاكم أطيب الكلاجة دارية في ملاحظة بسيطة مع المكونات ضيفتوا رشة من الملح ولكن نسيت أذكرها في كثير من الصبايا أنه بعد ما يطالعوا الكلاجة من الفرن تكون هشة معهم وبعد فترة تنشف أو تبس في خطوة مهمة عزائي لازم تعرفونها بعد ما طالعون الكلاجة من الفرن وهي ساخنة تغطوها بإحرام يكون سميك وتتركونها تقريبا ربع ساعة وبعدها تتركونها تبرد تحطوها بحافظة أو تغلفونها بهذا الشكل حتى لو تبقى معكم مدة طويلة من شهر شهرين أكثر رح تظل هشة ولينة وما تنشف معكم وصفتنا خلصت لليوم شكرا جزيلا على المشاهدة إذا عجبكم الفيديو عزائي ما تنسوا وما تبخلوا باللايك والاشتراك بالقناة لو تشاهدوها الأول مرة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتنا سفرة آية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته